أنا المطلقة أنا الحرة التي أمت أن تحكمها ورغى ما زلت صالحة في الحب فالروح فالروح عبرها يا حرم الله دي أغنية كارول سماحة اللي نزلت من أيام وقبل ما تدخليكم أنت بقول أن هي عملت صدى كبير مش بس مشاهدات إنما منقشة وناس بس جدا من كارول نهاية عملت القصيدة دي وناس قالت إيه ده؟ هي إيه كل الجرأة اللي في الكلمات دي أعادت مع شاعر علي المولى بلبنان كان عرض قدامي ثلاث قضايا ثلاث أغنيات ثلاثة بالفصحة وأنا بحب الفصحة وعندي ضعف للشعر العربي الفصيح لو أني حتى فرنكوفونية ودراستي فرنسوية بس بحب الشعر العربي ثلاث قضايا خدوني بس لقيت المطلقة أكتر واحدة جذبتني مع أنه مع العلم يا جماعة أنا مش متطلقة هذه يعني لأنه هذه الإشاعة على فكرة من قبل ما عام الأغني بقالها سنة بقولوا كارول متطلقة معرق مش عارفة ليه الناس مراجزين معي كتير على فكرة الطلاق الحمد لله مش عارفة وبعيد بس طب أنا هقولك على حاجة إحنا كنا بنجاهز إحنا من فترة حابين جدا أنه كارول تبقى ضيفة عندنا وده شيء يسعدنا وسط جمهورنا بالتأكيد وبعدين استجابت للدعوة فلقيت التيم عندي في البرنامج زمايل في البرنامج قالولي سيكاتي قد أدرون جماعة الموضوع ده مستحيل يكون صحيح لأ هو اللي صار أنه بالكلام الأغنية مثل ما شفتوها هلأ فيه جملة اسمها نعم أنا المطلقة نحنا كتبنا بس الجملة دي على تويتر نعم أنا المطلقة فوقبنا يومين فالعالم فتكرت بيجد أنه شيء برسونل مع العلم أنه أنا بحياتي ما بستعمل أموري الشخصية بشغلي ما بحب أبدا حدا كاتوم بيشغله وإذا بدي عبر عن أغنياتي بحالاتي الخاصة بعبر قد ما بدي بس ما حدا بيعرف أنه هالأغاني تتكلم عني فالأغنية دي بس أنا لو كنت فعلا لسماح الله مطلقة صدقيني ما كتغنيت الغنية لأنه ما كنت بدي الناس أنه نصيرش فيه شفاقة أو تعاطف بالحالي أو يمكن أنا وضعي كمطلقة يكون مختلف عن باقي النساء فما كنت رح غني هالأغنية أصلا لو كنت متطلقة لما اخترت الموضوع حسيت أنه لو أنت إمرأة متجوزة إلا ما تلاقي حالك بيجملة بهالأغنية حتى المرأة العزبة اللي مش متجوزة أبدا إلا ما تلاقي نفسها بيجملة بهالأغنية قد ما هالأغنية بتعبر عن المجتمع الزكوري اللي نحنا عايشين فيه بالعالم العربي المجتمع اللي لغاية اليوم للأسف بعد عنده نظرة دونية للمرأة المطلقة بس الكلمات جريئة جدا جريئة لدرجة أنه في ناس شافيتها تخطط بخطوط حمراء سهي الحقيقة هيدا الواقع ليه ما نتخبى وراء يعني وراء أسبوعنا طبعا هذا الموضوع بيختلف من بلد لآخر بيختلف المجتمع لآخر من محيط لآخر أنا إذا بدأيحكي عن محيطي بلبنان مطرح ما أنا كتساكنة مع أهلي هالموضوع مش موجود irrelevant ما أنه موجود أبدا يعني بالعكس أنا عندي بالعائلة عندي قريبة بفرنسا لبنانيات مجاوزين فرنسيين وهيك مطلقا مش موجود هالمشكلة عندهم نهائيا بس هيدا ما بيمثل العالم العربي إذا بتسوطي على الإنترنت على اليوتيوب تشانل وبتشوفي الكليب وبتشوفي كمل هائل من النساء من كل الدول العربية اللي بتأيد هالشي وكل شي بيخلق جدل وبعدا نحن عم نخلق جدل اجتماعي مش عم نخلق جدل سخيف عن لون شعري إنه أي لون أحلى هيدا ولا هيدا أو لأ بحب شعر أصير أو طوير إنه بلاقيه جدل بيخ وما بيعيش بس المكون عم تخلق الجدل وتشوفي الناس حتى يعني تفاوت بقراء الناس حتى الناس المتعلمة والمثقفة أوقات بفاجئوكة إنه إيه أنا عم مر بهالشي بمحيطة إنه تتشوفي إنه ما إلا علاقة بالعلم وبالثقافة كما في ناس منثقفين وكذا وبمحيطهم بعينوا هالمشكلة بس أنا عم بقلك طبعا موضوع المطلقات بيختلف من مكان لآخر من محيط لآخر مش نفس المش متساوي يعني بس حبيت أنا كمين أحكي عن الأغنية لأنه في كثير أغاني رومانسية بالسوق بتتكلم عن الحب عن الخيانة عن الشوق عن الحنين عن الزعل عن الحزن تركني وتركته واشتقتل وحشني ما حدا أفكر بالمطلق إنه كمينة فكرة جديدة ليش ما بدي أعالج موضوع جديد وأنا ما كثير بحب بحب بالفن الوحد يعري الحقيقة يعري الحقيقة يعني مش دي أول مرة تعملي حاجة مختلفة مش في السياق بس بالفصحة بتعرفين كي لو بد أعملها بالعامية أو باللغة اليومية الدرجة ما بتقطع أول ما سمعت الأغنية وقررت أن أعملها قلت أنا أول حاجة أعملها أبعتها لواليد عشان أجهزه نفسيا قادية ستة الومن امباورمنت مش عشان أخد رائيه أنا قررت خلاص أنا أخد الأغنية بس قلت أنه احترام عني إحنا عايشين إحنا منتشارك إحنا متجو وتجوزين تلو دودي بناديلو دودي شو رأيك بغنية؟ أنا بعتها صمت يا جماعة مطلقات مفيش جواب اختفى وليد قالوا انت فين ديني رأيك بليز أنا بلاشت اتخضيت قال لي صراحة صراحة أغنية أكتر من رائعة بس صراحة جريئة جدا قال لي بحس لأنه أنت الناس بتصدقك وفيك تقوليها يمكن بس صعب حدا تاني يقوله بعتقد هيك التعليقات عليها كانت كتيرة جدا وانتي أعلنت انتي مبسوطة جدا بردود الأفعال لا مبسوطة لأنه خلقنا جدل يعني هلأ بتشوفي مثلا بالتليفزيون الأردني بالتليفزيون السوري بالتليفزيون المغربة بتاع في البرامج الصباحية عمل مشكل يعني عم بتخنقوا مع بعض على البلد ناس معه وناس ضد وناس كذا وللأسف أنه عم بيطلع المعظمون أنه مظبوط أنه عايشين بيمحيطهم بناس حواليهم بعدهم بيعانوا بهالنظرة للمرأة المطلقة للأسف